تكويننا على فترة كعرب وكشرقيين وأعتقد أن ده ممكن يكون بيحرك مشاعر القارق برضو جداً أصلاً هو القارق أنت لما بتيجي عاوز توري للقارق شيء في الواقع اللي هو عايشه فيه طرق لتعريف الواقع يعني الواقع مالوش باب واحد أنا دايما نقول أنه الخيال باب للواقع بدليل إحنا لما بنحلم في حياتنا العادية بنقوم من الحلم ما الحلم ده خيال حاجة ما حصلتش لكن إحنا بنقوم ليه من الحلم عايزين نفسر الحلم وعايزين نعرف ويمكن يكون رؤية مهتمين ليه؟ لأن إحنا مقتنعين في قرارة أنفسنا أنه حتى عالم الأحلام ده لعلاقة بالواقع وأنه بتفسيره إحنا حنفسر شيء في واقعنا فأنا ما بشوفش أن الخيال منفصل عن الواقع أنا بشوف أن الخيال جزء من الواقع أحلام اليقظة خيال فانتازي أحلام المنام فانتازي كل دي فانتازي فإزاي في الفن أو الأدب أنت تاخد العنصر ده وتشاور به على الواقع وإحنا في اللقاء سابق هنا تكلمنا عن روايتي مكتة القاهرة وعن حاجات إزاي أن الفانتازي بتعيد تشكيل أو قراءة مدينة زي القاهرة ولذلك أنا أرى أن الفانتازي طريقة لتعميق الواقع فيه ناس يقول لك وأنت بتهرب من الواقع بالخيال لا أنا بواجه الواقع بالخيال مش بهرب منه الخيال بيورينا الواقع بشكل أعلى وأعمق أحيانا